منذ ساعات الصباح الاولى شرعت مراكز الاقتراع للمرحلة الاولى من الانتخابات المحلية ابوابها لاستقبال الناخبين في 154 هيئة محلية بالمحافظات الشمالية للادلاء باصواتهم في 222 محطة اقتراع تم تجهيزها ورفضها بمئات الكوادر المؤهلة وبحضور مراقبين محليين ودوليين الى جانب وجود الشرطة على مدار الساعة لتأمين سير هذا الارص الديمقراطي الذي تقمعه حماس في قطاع غزة وتحرم المواطنين من ممارسة حقهم الديمقراطية نشعر اليوم بان هناك فعلا ارص ديمقراطي في الوطن بشكل عام رغم مرارة منع الانتخابات في قطاع غزة اليوم نكون للعالم ان الشعب الفلسطيني يجري الان الانتخابات في الهيئات المحلية والبلدية بشكل عام هذا رسالتنا اللي الشعب الفلسطيني بيطالب فيها من اجل اجراء الانتخابات العامة ما شاء الله يعني جو ما شاء الله منتاز ومريح وبنتمنى التوفيق لكل واحد بيكدم عمل خير للكرية اليوم اجينا ننتخب ممثليننا في الهيئات المحلية والحمد لله الامور كانت سهلة وبسيطة وأدلنا بأصباطنا وان شاء الله الامور كلها تمشي على خير ونكون في نجاح وتطور دائما لها البلد ولا هالمدينة مراكز الاقتراع شهدت اقبالا من المواطنين الملتزمين بالبروتوكول الصحي لمواجهة فيروس كورونا حيث توافدوا تباعا للإدلاء بأصواتهم أصولا بعد أن يتم تدقيق بطاقاتهم الشخصية وتسجيلهم ومن ثم سماح لهم بالاقتراع ووضع الحبر على الإصبع قبل المغادرة كإجراءات بروتوكولية تضمن نتائج صحية وصحيحة للانتخابات الأمور تسير في كافة المناطق على أكمل وجه طبعا تم افتتاح 51 محطة موزعة على 20 مركز في 11 هيئة محلية رح تجري فيها الانتخابات لهذا اليوم في المرحلة الأولى كل الأمور تسير على ما يرام تم افتتاح جميع المراكز الساعة السابعة صباحا والمواطنين يعني فيه هناك إقبال جيد وفيه حركة للناخبين على المراكز والأمور بتسير يعني بشكل جيد وهادئ حتى الآن تفاعل أبناء شعبنا في المحافظات الشمالية مع هذه الانتخابات جاء لاختيار ممثليهم في الهيئات المحلية التي تتنافس عليها خمسمائة وثلاثة وسبعون قائمة تمثل أحزابا سياسية أو ائتلافات حزبية تضم أربعة آلاف واربعمائة وثمانين مرشحا ستة وعشرون في المائة منهم من النساء التي صارت في أجواء ديمقراطية لم تسجل فيها أية مثالب أو خروقات الأمر الذي سينعكس إيجابا على سير عملية الانتخابات التي يشارك فيها أكثر من أربعمائة ألف ناخب وناخبة ممن يحق لهم الاقتراع إجلاء أبناء شعبنا بأصواتهم لاختيار ممثليهم في الهيئات المحلية وسط أجواء تنافسية بين القوائم المترشحة يعد محطة مهمة لتكريس النهج الديمقراطي وتعزيز حرية الرأي والتعبير عبر الاحتكام لصناديك الاقتراع خالد مطاوع تلفزيون فلسطين